اسمه صندوق اسرار النجوم جوا اسئلة سريعة جدا هتشدي ورقة هتشدي ورقة انتي لازم انتي اللي تشدي ورقة انا مستعدة اقرب السنة برضو انتي معكي النضارة انا معيش النضارة نضارتي برا اما نشوف ايه 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 يعني لازم حد فينا لابس نضارة يا انا يا انتي استني 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 بصراحة هل الفن عطلك عن الجواز والامومة لا خالص خالص ملهم ملوش ده دخل هل ممكن تفكري في الارتباط النهاردة اه بصراحة ايه الاسئلة اه 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 انا شافت انا مش كخافت لو جالك دلوقتي حد كويس ممكن ولا الفكرة دي بعيدة عنك اما يعني بعد خاطر انا اه طبعا الواحد بيبقى محتاج يبقى رفيق او صاد الواحد احنا الجملة بتقول ايه الدنيا دي من غير ناس ما تندسح ما تندسح اه بتبقي محتاجة اه ناس اكيد حواليك ولكن اذا كان مش علشان احتياجك لحاجة تجري وراها وتلاقي نفسك انك انت قابلتي واقعتي عليك دور رقابتك اه ربنا كاتب لي ايه ما اعرفش بس ممكن لو قابلتي حد وممكن تفكري في الارتباط سؤالك غويت قوي في بحر المحيط من جوة ويتي عمالة عايز بتي عمالة تويهيني مش عايزة ترد هي عمالة تجبني مين ومش ماله وبتهرب هفوتهلك يا انوشك هفوتهلك المرازي اخد واحدة تانية كمان لا لسه في سؤال تاني ايه الحلم اللي عندك ولسه محققتهوش ايه الحلم اللي عندي ولسه محققتوش اه كل يوم جديد اه كل يوم افكار جديدة كل يوم طموحات جديدة اوكي نسحب ورقة تانية احضر شفتي بقى اللزازة عجبتني شفتي ما دي بقى شوية بقى انتو يو يعني مستنى نتعمك فانوشك النشأة والطفولة النشأة والطفولة ملأ كان رد فعل والدك ووالدتك في بدايتك والاعلانات كان رد فعلهم ايه اه ده انا كتبت على ابوها فكرتيني انا عايز افكر الناس بس ان الاعلانات الفكر كان بتعشرين او كنت انت بتطلعي voice over لا لا مش كده هي كانت بتمثل بتمثل على صوتك لا الاعلانات كان انا كنت بغنيها ما كنتش بمثلها بس وما فيه مادلز وانا بغني صوت من ايام الجامعة اه كنت حموت عايزة يعني مش بس ان انا اغني انا عايزة اكسب اه فلوسي بيدي فجات فرصة ان انا اغني الاعلانات من ايام ما كنت في الجامعة فروحت وغنيت وغنيت اعلانين و فكريهم اه طبعا ممكن تغنيهم دي ده الوقت الاعلانات هتبكري اعلانات لا 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 واحدة كان بتاع النموس ايوة هتبكري ايبع في النموس والتانية كان بتاع فندق فمش حايزة بتاع النموس كان بيقول ايه لا مش حقدر اقولها ده اعلان رسمي بس اقولك حاجة بقى انه روحت البيت وانا مغنية وكسبانا خمسين جنيه على الاعلانين احلى خمسين جنيه اخدتهم في حياتي روحت البيت و قاعدين وانا عارفة الاعلان حينزل امتى فانا قاعده وبابا قاعد جنبي وبيتفرج على التلفزيون والاعلانات نازلة وبتاع وبعدين اعلاني نزل فراح بصلي عادي جدا قال لي صوتها بيشبه لصوتك هو بيقول كده عادي مش قاصل حاجة خالص مش متخيل مش متخيل خالص فانا سكبته كده قلت له مش حل والله اوه ما فيش حاجة يعني هو يحصل ايه ان انا لو غنيت رد فعلي عارفة لما تيجي تبصي كده جنبك تقولي نعم عارف بنته طبعا حفزني فقالت لقو فيها حاجة اهي اهي ما فيهاش حاجة اهي وقد كان وقد كان وقد كان وقد كان وقد كان علاقتك بوالدك ووالدتك كنت اقرب لمين فيهم لما كنت صغيرة لبابا وانه كنت بنت ابويا قوي يعني داريز جرل بس اه ومش هقولك مدلع ما كنتش مدلع خالص لا 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 كان صارم جدا اه ولما كبرت بقيت اه اتفاهم امي اكتر لانه لما نضجنا وكبرنا وعرفنا يعني ايه اه مشاكل بيت ومشاكل اسرة وست و و ست شايلة دايما اه طبعا اه طبعا بس برجع واقول انه ربنا قرمني بأخ بأب وام كانوا ديمقراطيين جدا يعني انا عايز اعمل كسر طي اوكي عملي بس تتحملي نتيجة اللي انتي بتعملي اه اختياراتك اه وصوتي كان دايما من دماغي و ما كنتش بخاف اقول يعني عمري ما خفت اقول اللي جوايا اه لو انا النهار دا ما بقولش اللي جوايا اه لانه مش عايزة عرفت انه مش كل حاجة تتقال ولو انتي عايزة تحافظي على علاقاتك لازم تبقي عارفة بتقولي ايه امتى بس مش لدرجة انك انتي تكبتي جواكي احاسيس ومشاعر وما تطلعيهاش انما لازم تعرفي ازاي تطلعيها ودي حاجات انا بتعلمها دلوقتي ماستر سيمان توفولتك اثر فيك ومش ممكن تنسيه ابدا حاجة كوميدي او حاجة تراجر لا حاجة كوميدي امتحانات سنوية عامة كنت متخيلة ان انا يعني مش جايبة نتيجة كويسة وان انا سقطة في الانجليزي يعني هرب ازاي متجيش متجيش اه 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 متجيش ازاي ما عرفش ده كان ده كان الانتباع عارفة اه ده الانتباع ال الكوميدي اوكي اه لا وفي حاجات تانية كتير يعني كنت شائية كنت جريئة كنت جريئة ولا زلت ولا زلت اه الحزين دايما بيبقى ساعة فراء اه موت حصاني او موت كلبتي او موت جدتي يعني من 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 اه لحظات الفراء دي بتبقى بالنسبة لي طبعا اه ما نقلبهاش لا خالص خالص احنا نقفل دلوقتي حالا يا ليل ونختم عليها وتبقى كل حلوة قوي اه ماستر سين ليكي في عمل درامي مش ممكن تنسي بتحبيه قوي بوسط كل اعمالك الاجهر وش في وش رجالية نجيب زهي زاركش حلوة الدنيا جراندوتال سكوت حر سرايا عبديد السيدة الاولى عاولك عطالة فجراندوتال هو فيه طبعا فيه في كل حتة فيه في كل مسلسل بيبقى فيه ماستر سين بس فيه هتفضل طول الوقت جراندوتال وانا بقول انا ست من ازاز ما بحسش هتفضل لانها كانت سبع دقايق وحتى شاكر محمد شاكر خدير قال لي يعني سبع دقايق مشهد سبع دقايق طويل قال لي ما حبيتش انا كان مفروض ان انا اقصه فسابه زي زي ما هو زي ما هو بالنسبالي من احلى المشاهد حاجة تانية في فيلم وش في وش مشهد وانا بطل وانا بطأ وجوزي سامي المغوري بيرمي علي يمين الطلق القاعز فانا بقول يا انت كنتم مبسوطين ان انا بطلق ايه ده 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 انا كنت شرين اقوي كده ولا ايه يعني ف دول مجرد امنياتك للفترة اللي جاية والحلقة للأسف ان الوقت خلص بسرعة دايما الوقت بيخلص معاكي بسرعة انجي احاولك حاجة ستر وراحة وراحة البال منتهى امالي اكيد اكيد انه زي ما لو حنسمع يليل دلوقتي زي ما كان فيه جايزة دهبية لمصر اتمنى ان نجيب جوائز دهبية لمصر اكتر بكتير مش بس في الغنى في الغنى والتمثيل وفي كل المجالات يا رب اشتركوا في القناة